أكد البرلمانان الموريتاني واليوفاريو ضرورة تكثيف تبادلات البرلمانية بينهما وتجميع خبراتهما في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الجمعية الوطنية محمد بومبا مقات ورئيس الجمعية الوطنية لكود يوفار آدم بيكتوكو ليلة البارحة في أبجان على هامش الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لاتحاد مجالس الدول العظائب ونظمة التعاون الإسلامي الذي يفتتح غدا في العاصمة الاقتصادية لكود يوفار لجانب تعزيز العلاقات الثنائية أقشر رئيسان عدة مواضيع أخرى من بينها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والوضع في غزة وأشار رئيس الجمعية الوطنية محمد بومبا مقات في أسياق إلى أن الوقت قد حان لوضع حد لمعاناة سكان غزة والمطالبة بوقف نهائي وفوري لإطلاق النار فيها وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف